برح كان في خبر أيضا يمكن هز الأوساط الكروية بأكملها برح كان رحيل الخلوق العظيم الكابتن إيهاب جلالي المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض وبعد ما تعرض لوعكة صحية مرت به قبل أيام في الحقيقة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة كابتن إيهاب جلال المدير الفني كابتن إيهاب معروف عنه الهدوء والخلق لأقصى درجة ممكنة فيه كل تعاملاته داخل الملعب وخارج الملعب ويمكن محدش تكلم عليه أبدا أي كلمة سواء من الصحف أو من الإعلاميين يعني انتقدوا فيها سلوكه بالعكس الكل كان بيشيد بصوته الواطي وبأخلاقه بتعاملاته كلها كابتن إيهاب كان من أفضل المدربين في مصر خلال آخر 20 سنة كان صاحب أيضا بصمة مهمة جدا في كل الملاعب المصرية في عالم كرة القدم والسحرة المستديرة متمسكا بأفكاره ومبادئه التي ظل يحارب من أجلها رغم الضغوط التي عانى منها في كثير من محطاته التدريبية ابتعد عن الأزمات والمشاكل والردود والتصريحات المثيرة للجدل مهما تعرض الانتقاد أو الهجوم هكذا كان الراحل إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي والأصبق لمنتخب مصر الوطني فمثلما كان مدربا رائعا وحقق نجاحات استثنائية كان على المستوى الأخلاقي لا غبار عليه من الجميع لم يكن إثبات إيهاب جلال ذاته في التدريب أمرا سهلا بل كانت البداية الحقيقية من تلفونات بني سويف الذي قاده للظهور بشكل رائع خاصة أمام الفرق الكبرى فخطف نقطة ثمينة من الزمالك في دوري 2013-2014 كما تعادل مع المصري وحقق الفوز على دجلة ليثبت أنه بأقل إمكانيات قادر على صناعة الفارق وهو ما حققه مع مصر المقصة الذي قاده للحصول على وصافة الدوري والتأهل لدور أبطال إفريقيا في حدث استثنائي في تاريخ النادي الفيومي ظهوره المختلف مع المقصة قاده لتدريب الزمالك ودخول القلعة البيضاء واستضم بالأهل في أول مباراة يقودها للأبيض ورغم استحواذه بشكل كامل على القرى وأداء لاعبيه المميز أهضر باسم مرسي ركلة جزاء ساهمت في قلب الطاولة ليخسر الزمالك بثلاثية نظيفة ورحل إيهاب جلال بعد 17 مباراة فقط مع الأبيض عقب الخروج من الكونفدرالية على يد ولايتا ديتشال إثيوبي بركلة الترجيح وكانت المحطة الأكثر ضغوطا بالنسبة لإيهاب جلال عندما قاد منتخب مصر ورحل بعد أقل من شهرين فقط بعد ثلاث مباريات قاد الفراعن خلالهم ورغم فوزه بلقاء وخسارته في مبارتين من ضمنه مباراة ودية رحل إيهاب جلال بشكل سريع ورفض الحديثة أو الإدلاء بأي تصريحات يرد من خلالها على ما تعرض له من انتقادات وهو من ساهم في رحيله الصريع ومع الإسماعيلي وهي المحطة الأخيرة في مسيرة إيهاب جلال استطاع المدرب الراحل أن ينقذ الدرويش من الهبوط والاعتماد على كثير من اللاعبين الشباب لإيجاد حلول للأزمة المالية الطاحنة التي عانى منها الفريق كان الإيهاب جلال فلسفته الخاصة في الملعب للدركة التي كانت تجعله يقوم بإيقاف أي ميران حال اعتمد أي لاعب تحت قيادته على الكرات الطولية فكان محبا للتمريرات القصيرة وبناء اللعب من الخلف للسير على خطى الكرة الأوروبية إيهاب جلال كان الأب الروحي لكثير من اللاعبين لعلى أبرزهم باسم مرسي ونادر فرج وأحمد الشيخ الذين أجمعوا لأن تدريب إيهاب جلال كان مختلفا وقال الشيخ في آخر تصريحات عن إيهاب جلال بيعمل من الفسيخ شرباط تأكيدا على عمل المدرب الراحل بأقل الإمكانيات وتحقيق النجاحات بشكل استثنائي وداعا إيهاب جلال اشتركوا في القناة